بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أحبة الكرام معكم دائما أخاكم في الله معاد تيجاني إن شاء الله تكونوا بألف خير خوتنا دائما درس جديد ومفيد نتمنى إن شاء الله نتمنى من الجميع بارتاجي الفيديو كدعم لنا إن شاء الله وهكذا ليستفيد الجميع بإذن الله إخواني درس التالي اليوم جد مهم إن شاء الله كيفاش تختاروا فرخ مقنيين ولا أي طائر أي طائر يعني باش ما يشمتوكوش في الأسواق أو في أي جهة وباش تختاروا يعني طائر يكون في صحة جيدة إن شاء الله ويكون خالي مناء العيوب وخاصة يعني طائر الحسونر غالي الثامن يعني ماذا بيكم تشريوا يعني طائر خالي من بعض الأمور التي سأوضحها لكم خوتي يعني الطائر هذا كما ركتو تلقافص أول حاجة تروحوا تشريوا يعني الطائر تروحوا للبطن تاعة خوتي العزيز أول حاجة خوتي أول يعني أعراض تبان في البطن تعطير خوتي العزيز يلزم البطن تعطير تلقاوا هكذا تلقاوا اللون التاه صافي يعني مايل إلى اللون البرتقالي ما تلقاوش يعني بقعة سوداء هنا كبيرة أو تلقاوا يعني البطن أحمر داكن أو تلقاوا يعني هنا البطن تتحرك وحدها يعني يلزم تلقاوها صافي أو تلقاوا الكبدة الكبدة هذه تلقاوها يعني هودا بزاف منتفخة أو البطن تلقاوها منتفخة بزاف هنا خوتي إذا لقيتوا هذه العلامات وما كنتش تفهموا يعني لطرق علاج الطير ماذا بكم تتجنبوا هذا الطائر صحيح خوتي هذه أول علامة يلزم البطن يكون صافي خوتي صافي كما لكم تشوفوا هنا البطن برتوقالي برتوقالي يعني اللون تعوم مائل إلى اللون البرتوقالي ثاني حاجة إخوة الأعزاء فإن تروحوا تروحوا للصدر تعطي رتاكم صبرتشون أمر لكم تروحوا للصدر خوتي الصدر يلزم يكون خوتي يكون معمر الصدر هكذا يكون معمر خوتي يكون معمر الصدر ما يكونش يعني العظمة اللي لا تبانوا في الوسط هاد العظمة ما تكونش يعني فيه تسيف ما تكونش العظمة باريزة بزاف ومننا ما كاشل اللحم هاد اللحم هاد اللحم هالك تشوفوا ما تلقاواش شو تلقاو هاد العظمة حادة هنا خارجة وحادة يعني الطير هزيل هزيل بزاف هادي ثاني علامة تدل على صحة الطائر هادو العلامات خوتي ضروريين جدا جدا لأنهم منها تعرف إذا الطائر ره صحيح أو يعني مريض أمر آخر خوتي تروحوا دائما للأرجل الأرجل خوتي يعني هناك مرض فيروسي خاطير وهو مرض الجدري أو كما قلوح للأفاريون هنا هاد المرض خاطير خوتي ويعدي الطيور يعديها بزاف كيف شيبان هاد المرض هنا في الأصابع في الأصابع الطائر الموصاب تكون عنده حبة حبة حمراء يعني حبة حبة حمراء خوتي تكون في الأصابع هنا في الأصابع إذا رقيتوا هذه العلامة الطير هذا غينسة غينسة وخوتي لأنه علاش رح يديلك كاريثة رح أول حاجة رح مريد قادر ما يعيش لكش وثاني حاجة قادر يعديه لك كل الطيور أيضا العلامة الأخرى خوتي الجلد دائما روحوا للجلد خوتي حوسوا في الجلد الجلد وشوفوا إذا ما كاش الفطريات يعني شوفوا في الجلد خوتي في أي منطقة من الجلد حوسوا هنا مثلا عاني نصور خوتي إذا لقيتوا يعني الجلد أصفر لأنه كان بعد الطيور يعني كيت تتحوس في الجلد تحت وكأنه أصفر فيه فطريات خوتي هذا أيضا تجنبوه لأنه العلاج تعوي طول وشوية صعيب أيضا علامة أخرى خوتي دائما كيتشوفوا الطير روحوا شوفوا الكاتف تعو الكاتف حلوا الكاتف هكذا وشوفوا يعني كيترجع هكذا شوفوا إذا الكاتف هذا يعني طا يحتفاء كيكل الكاتف يعني من ضيب واطي ولا فيه ضيفه ولا مثلا كي كان صغير مثلا الأم التعهض يعني فرعاته مكتفه الكاتف هكا يكون طايح يكون طايح خوتي إذا شتوا الكاتف طايح ضبرتكم قاتل عليكم إذا يعني لأنه علاش هاد الكاتف اللي طايح وش معناه أنا الطير ما يوليش طير مليح وقادر إذا كان ذاكر راح يلقى صعوبة في يعني تكبيس الأنثى في مرحلة تزوج أما إذا كانت أنثى ماشي إشكال تبوزي عادي خوتي صحي زيد واش خوتي كان أيضا مارض آخر مارض صعيب مارض صعيب خاصة الطيوت على القافص خوتي إذا لقيتوا هنا يعني العين هذه هنا تحت يعني هناك انتفاخ كبير مدى بكم تتجنبوا إخواني الأعزاء لأنه قادر يكون مارض الخاطير صحي خوتي أيضا شيء آخر إذا كان المنقار هنا المنقار فيه الحب خوتي فيه الحب حب أصفر حب أصفر إخواني الأعزاء يعني مدى بكم تتجنبوا أيضا لأنه قادر يكون مارض الجذري قادر يكون مارض الجذري الذي يعني إذا أصب الطائر مليح مليح والمناعة على الطير كانت ضعيفة جدا واشرح إخواني الأعزاء راح المنقار هذا ينتكل ينتكل إخواني شغل يبقى ينتكل ينحفر ينحفر حتى الطير يتشوه حتى الطير يتشوه هذه أهم العلامات آه كان هناك علامات أخرى إذا كان الطائر مثلا الطائر يعاني من الفاش إذا كان الطائر يعاني من الفاش لأنه الفاش مشكلة حقيقة أيضا الفاش يعني ينقل الأمراض ويعني يتعب الطائر الطائر يتعب خوتي راح تشوفوا هنا في الريش الريش كله متأكل عفوا الريش كله تلقاوه متأكل لهذا إذا فتحت الجنة حاكة ولقيت الريش يعني ما شاء الله كياختها لا خوف أما إذا لقيت هاكذا ولقيت الريش كله متأكل قات عليك يا أخي إذا تعرفت تعالج فتبارك الله إذا ما تعرفش راح يعييك وراح يعني راح يعديلك كل الطيور التي عندك صيخوتي هذه أهم العلامات فإن أصبته فمن الله عز وجل وإن أخطأته فمن نفسي ومن الشيطان إخواني جزاكم الله نتمنى إن شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله هذا العام المتعوب عليه اللي رايه يكونصومينا الانترنت والابونمو نتمنى إن شاء الله تتبارتاجيونا في كل مجموعات وجزاكم الله خير ودعيونا دعوة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا